هلا بالرابع مهارات وأهداف وسرعة كليان إمبابي بتسعد جماهير فريق مدينة النور باريس سان جيرمان ومنتخب الديوك الفرنسي كمان هذا إشي منطقة لكن الجديد هو جماهير نادي العين الإماراتي اللي صاروا بقمة السعادة بيتعلق كليان إمبابي محليا وحتى في كأس العالم هون بدي أستحضر مدينة العين الإماراتية يمكن كثير ناس يستغرب برابو علي ممتازة هلا بتعرفوا أنه إمبابي لعب بصفوف الزعيم العناوي وهو بأمر 14 سنة وقته كان أخوه الأكبر كيمبو إيكوكو ضمن صفوف النادي وهالحكي كان عام 2012 هلا في صورة شهيرة لكليان إمبابي هو بمدينة العين راح أفرجيكم إياها كان جالس بتابع أخوه وطبعا هذه الصورة خلت كثير من جماهير نادي العين تتساب يا جماعة ليه ما تعاقد العين مع اللاعب خاصة أنه هديك الأيام كان بلعب في أكاديمية بوندي شمال فريس يعني كان ممكن يوقع مع زعين بقيمة زهيدة جدا ما بلاش نتكلم بالماضي على رأي عمرو دياب لكن المهم بعد سنة وحدة من هالفترة انتقل كليان لصفوف الناشئين في موناكو سنة 2013 وتقلق في نادي الإمارة ولعب مع الفريق الأول أما بالنسبة لأخوه فانتقل من العين لنادي الجيش القطري في عارة صيف 2013 هلا قبل أخوض بالتفاصيل خلينا أروح معكم لعفرة ومعاد ونشوف شو محضرين عن نمبابي فارجونا شو الجديد شباب على كبتن لطفي رح أحكي اليوم بالأرقام والرقم المهم هو أن نمبابي رفع رصيده من أربعة إلى الضعف في كاس العالم أما أنا فعندي معلومة بتقول أنه كليان نمبابي ممكن ينتقل للنادي الملكي هل هذه إشاعة أم حقيقة؟ رح نأكد الخبر بعد شوي برجع لك كبتن لطفي الله يسمع منك يا عفرة بانتظار كلها التفاصيل أنا من جهتي رح أكون فرحان كثير لو انتقل كليان نمبابي لغير المدريد إضافة مهمة خصوصا أنه بتربط علاقات قوية مع الجميع هناك رح يكسروا الدنيا وحتكون ضربة قاضية راجعين بدأ رحب ضيوفي اليوم الكابتن جلال خميس المدرب واللاعب اللبناني سابق أهلا وسهلا نورتنا كابتن شكرا أستاذ لطفي تحية إليك للمشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيك وأيضا الناقد الرياضي والإعلامي نزار نور من فرنسا أهلا وسهلا نزار مرحبا أخويا الوطفي ومرحبا بضيفك الكريم والمشاهدين الكرام مرحبا فيك خلونا نرجع معكم بالذاكرة لأسرة كليان نمبابي ونتعرف على العيلة انولد نمبابي في عيلة رياضية والده لعب كرة قدم ومدرب كاميروني اسمه ويلفرد نمبابي والدته فايزة العماري لعبت كرة يد جزائرية الأصل شقيقه الأكبر حكينا عليه بأول الحلقة هو أخوه بالتبني ومثله الأعلى طبعا اسمه كينبو إيكوكو لاعب برين فرنسي والعين الإماراتي والجيش القطري سابق أما أخوه الأصغر فهو إيثان وعمره 16 سنة بلعب حاليا لفريق الناشئين في باريس سان جيرمان في مركز الوسط هلا هو كان قادر أنه يدافع عن ألوان منتخبات إفريقية لكنه فضل الديوك وبحكي هون عن الكاميرون والجزائر ولكن قبل هيك لعب لعدة أندي واحد منها كان سبب انطلاقته للنجومية خلينا نشوف ترجمة نانسي قنقر هلا بيحكوا أنه نادي موناكو مشهور بالكشف عن المواهب الشابة وأنه في كشفين محترفين بهذا الخصوص سؤالي للضيوف يوحب ده مع الكابتن جلال هل كان الحظ حليف مبابي في الانضمام لموناكو في سن صغيرة كابتن جلال هلا بالنسبة إلي مبابي ما كان بس محظوظ كان أكتر من محظوظ أنه لعب لفريق موناكو لأنه الشيء اللي ذكرته أنت عالميا موناكو من أكتر الفرق مع أجاكس أمستردام الأسباني لديهم كشفين محترفين بكشف المواهب جميل جميل طيب هل كان كليان سيحقق نفس النجاح الحالي إذا كان لعب مع الجزار أو الكاميرون كابتن نزار بداية دعنا أقول لك لا على الإطلاق التتويج بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي كانت تفرع في 2018 الوصول إلى النهائي في 2022 في قطر كانت تفرع أيضا مبابي كان مساعد بالكثير من اللاعبين الجيدين الذين لا ينقصون كثيرا في المهارات كجريزمان كبوكبا في 2018 ككانتي الذي يعتبر محور للمنتخب الفرنسي جميل هلأ شهرة كليان مبابي ومردوده الرائع ظهر في كأس العالم ولكن تتصور لعب يشارك في مباراة النهائي لكأس العالم في دورتين متتاليتين وهو لم يصل لسنة 25 سنة وكان ممكن أن يفوز بالكأس كمان لو ما أهدر تشاوميني وكومن ركلات الترجيح بدي أروح لمعاذ ونسمع منه شوية أرقام وإحصائيات مهمة في سجل كليان مبابي نعم كمتل لطفي سأخبركم عن الأرقام اللي سجلها مبابي في نسختين المونديال الأخيرتين ونبدأ مع كأس روسيا 2018 شارك مبابي في سبع مباريات بإجمالي 534 دقيقة سجل خلالها أربع أهداف بمتوسط تهديفي 133 دقيقة وفي مونديال قطر 2022 لعب مبابي سبع مباريات بإجمالي 597 دقيقة سجل تم الأهداف منها هاتريك في مرمى الأرجنتين بمتوسط تهديفي 75 دقيقة بهذا أصبح كيليان مبابي تاني لاعب يسجل هاتريك في المباراة النهائية لكاس العالم بعد الإنجليسي جيف هيرست عام 1966 وهو بيحتل حاليا المركز السادس بين أكثر اللاعبين المسجلين في كاس العالم وقبل ما أرجع لك كابتل لطفي خلينا نشوف قائمة الهدفين ترجمة نانسي قنقر تمام معاد شكرا ما حدا وصل لرقم كلوزة 16 هدف ولكن يمكن لو كان رونالدو أخذ فرصة يشارك بمباراة أكثر بالمونديال الأخير كان ممكن عادل الرقم برجع لضيوفي وبدأ أسأل كيليان مبابي سجل في كاس العالم 22 ضحف الأهداف إلى سجلها 2018 هالموضوع برتبط بتشكيلة منتخب فرصة خلينا أخذ من مدرب أول النزار كابتن جلالد قضى هلأ شوف نحنا ما بنقدر نربط هذا الشيء ببعض لأنه لاعب بعمر 18 سنة يختلف كلية عن لاعب عمره 24 سنة يعني بدايته لمبابي لما بدأ بأول كاس العالم كان بنت 18-16 سنة بهذه الفترة اللي هي خمسة سنين لعب حوالي 190-195 مباراة فقط في الدورة الفرنسية عم نحكي مع فاريس انجرمان سجل حوالي 170-175 هدف بهذه الفترة انت هذه المباريات بدأ تعطيك أكيد خبرات تراكمية حس تهديفة هذه الأمور كلها بدأ تعطيك أشياء إيجابية فهذا هو السبب الرئيسي اللي خلى مبابي يكون حسه تهديفة أكبر وخبرته باللعب أكثر من كاس العالم جميل طب أنيزار دور كلينم بابي في فرنسا واضح ومؤثر بشكل أكبر من باريس انجرمان شو السبب برعيك؟ بداية ندعني أقول لك يعني ما تقوله الصحافة الفرنسية أنا يعني تمام بعكبتي الجلال فأنه وصل إلى نضوج كبير في باريس انجرمان هناك يعني الصراع ما بين العمالقة هناك ميسي هناك قبل ميسي كان معه نيمار واحده الجميع يريد أن يسجل كان هناك كافاني وهناك كانت الحادثة الشهيرة عندما أراد أن يسدد ضربة الجزاء كافاني وأخذت منه القرى إذن هناك صراع في باريس انجرمان لأن هناك صراع مهري أيضا لطف يعني إن تكون هدف لديك بونس لديك جائزة لديك فائدة مالية لذلك هناك صراع كبير في باريس انجرمان غير موجود ومتخبا بالفعل جميل كاملين بحلقتنا عن المميز كليان مبابي راجعين بعد شواني هلا بالربع حابب بس أحكي عن نقطة مهمة جدا في حياة كليان مبابي وهي أعمال الخيرية هو معروف بالسخاء الكبير في هذا الجانب شارك في حملات لتطوير الرياضة في قارة إفريقا للارتقاء باللعب أيضا كان في حكي عن تبرعه بكل الأموال اللي حصل عليها بعد الفوز بكسر عالم 2018 لجمعية خيرية لمساعدة الأطفال ذوي الإعاقة وبيحكوا أنه بلغت تبرعاته حوالي نص مليون يوروب أنا أبدأ أقول له برافو ويبدو أنه متأثر بالقدوة رونالدو اللي هو بيعتبره ومثله الأعلام وصلنا للخبر المهم تجديد عقد كليان مبابي مع باريس انجرمان باقي أم لا؟ قبل أخذ التفاصيل بأخذ جواب سريع منك حيضل ولا حيروح بعد انتهاء عقده؟ مبدئيا ما فينا نحسم نحن هذه الأمور لأنك أنت من هلا إلى 2025 ما بتعرف شو بيصير وبقاء مبابي يعني في كتير أسباب خلت مبابي يبقى وسمعنا نحن كتير تقارير بس أنا برأي الشخصي وهذا حديث صار يعني أحد الصحفيين الفرنسيين ذكر هيدا الشيء أنه السبب الرئيسي والمقنع أنك أنت اليوم كان مبابي شو بدي أقدم أنا إضافة لريال مدريد ريال مدريد شو بدي أعطيهن دوري أبطال كأس العالم الأندية كأس الملك هو حيث يصير عليه أضواء أكثرين في كتير إذا راح لمدريد حيث يصير عليه أضواء أكثر الهدف الأساسي أنك إذا بك تعمل شي مميز لريال مدريد بدأك تسجل ستين سبعين هدف مثلا فبفكر مبابي ممكن أنه يصنع المجد لباريس سان جرمان فهذا السبب المقنع اللي ممكن نخله جميل إذن بدي أرجع الخبر اللي بديته هذا الخبر كان حديث الانتقالات الصيفية العام الماضي لكن ماذا عن كلام انتقاله لريال مدريد أو غيره كم كانت الصفقة الجديدة نسمع التفاصيل مع عفرة فضل عفرة صحيح كابت النطفي كان في كتير أقاويل حول انتقال كليان بابي لنادي ريال مدريد الإسباني أو من يونيتد الإنجليزي وغيرهم لكن اللي حصل هو انه بي أس جي اتارك الموضوع وعرض على مبابي صفقة خيالية مواقع كتيرة أكدت انه وصلت القيمة الإجمالية فيها لستمية وخمسين مليون يورو المفاوضات صارت بين إدارة نادي العاصمة وفايزة العماري والدة مبابي وهي وكيلة أعماله أيضا ونص العقد على بقاء مبابي حتى صيف 2025 براتب 72 مليون يورو سنويا ليصبح صاحب الراتب الأعلى في النادي متقدم على ميسي ونيمار مبابي كان اللاعب الأغلى أجرا في العالم إلى أن تعاقد النصر مع رونالدو دفع له 200 مليون يورو بالموسم الواحد نرجع لكابت اللطفي تمام عفرة شكرا كتير على المعلومات كل المؤشرات كانت بتأكد توقيع مبابي مع ريال مدريد لكن الواضح أن أسرة والدة مبابي استخدم ورقة ريال مدريد لضغط على باريس سان جيرمان تتفك أو تعترف؟ أتفك أنه فيه تأثير يعني مش بس من العائلة نحن نشوف درجة تأثير وصلت أنه الرئيس الفرنسي يدخل بموضوع مبابي وهذه ما بعتقد صارت لأي لاعب بالعالم من قبل فأكيد كان فيه تأثير مبابي كان مع بداية الحديث عن الانتقالات متحمس جداً وفجأة هذا الحماس رأف التأثير شوف أهل فرنسا شو رأيهم؟ هل أغلق ريال الباب أمام كليان مبابي واستخدمت وركة الأهل برأيك؟ هو كل شيء ممكن بطفي يعني دعنا أقول لك بصدق يعني من هنا حتى 2025 يعني سيتغير الكثير من الأشياء ولكن هناك إرادة سياسية حقيقية بداية مقارنة كليان مبابي ببلي الأسطور البرازيلية المعروفة وهو لا يقل كثيراً عن هذه المعارات التي كان يملكها ذلك اللاعب في تلك الفترة فأنه لم يلعب خارج البرازيل إلا فترة قصيرة في الولايات المتحدة وعاد إلى البرازيل لذلك أعتقد بأن هناك إرادة رياضية سياسية حتى لتحاضر فرنسي يحاول فرض الكثير من الشغوط والعقبات يعني أن ينتقل كليان مبابي لا يمكن أن تبيع دجاجة طبيع ذهب إلى الغير ومن بعد تسأل عن الألقاب ومنصات التدويج تمام نيزار هلأ قبل انطلاق كاس العالم 2022 كانت علاقة كليان مبابي بالنجم الأرجنتيني لوني المسي عادية جداً وما في أي مشاكل وما كان فيه هناك أي شيء يزعد يعني العلاقة بين اللعبين كانت لطيفة جداً لكن التوتر الذي صاحب نهائي كاس العالم بين فرنسا والأرجنتين والتصرفات المستفزة من حارس التانجو مارتنيز عملت أزمة وشوية حساسية بين النجمين نسمع من رندة الحديدة اتفضل يا رندة أصدقاء اليوم والغد يوم آخر هذا حال مبابي ومسي ضمن صفوف الفريق الباريسي أجواء متوترة، كلام قليل، علاقة مشحونة وإشاعات كثيرة يقال فيها أن مبابي طلب رحيل العملاق من سي عن ملعب حديقة الأمراء الصحف الفرنسية أكدت كل تلك الأخبار وكتبت في أكثر من مقال أن ما حدث عقب موديال قطر 2022 كان السبب والحديث عن سخرية حارس مرمى الأرجنتين مارتنيز من مبابي خلال احتفالات الأرجنتين بفوزهم بكأس العالم الأخيرة من خلال حمله لدمية على شكل طفل عليها صورة مبابي تصرفات غير لائقة طالب مبابي بسببها رحيل ميسي بعد نهاية عقده في يونيو الحالي وهذا ما نشرته صحيفة ديفينسيا سنترال الإسبانية لكن الأخبار الأخيرة تشير إلى بقاء ميسي موسم إضافي شكرا رندا يعني من غير المنطق أنك تشترط رحيل ميسي ولكن فعليا خلينا نشوف كابتن جلال هل ممكن أنه يضغط مبابي على الإدارة وهل توافق الإدارة برأيكم على عدم تجديد عقد ميسي شوف هلأ نحن عقد ميسي موجود من قبل كأس العالم لكن ميسي هو كان السبب بتأخير لكن كان بدي يشوف شو بدي يصير بعد كأس العالم فبطريقة مباشرة ما كان في ضغط على الإدارة من مبابي لكن اللي صار بعد كأس العالم مبابي طبعا غير ظروف مبابي وصل قبل ميسي شارك بمباريتان وفجأة راح إجازة غير معروفة غريبة بلس أنك أنت الاستقبال المهين لمسي من قبل النادي هون بتشوف أنه ممكن يكون في شيء غير مباشر كضغط مبابي اليوم كل اللاعبين الأرجنطينيين بكل الأندي كان عندهم استقبال يليك بالأبطال عندك كفسير تفهم شيء؟ هذا الشيء المؤثر أو المؤشر اللي بفرجنا أنه كان ممكن يكون في ضغط من مبابي أو بعض الأمور له علاقة بالإجازة السريعة الغريبة طيب يعني يمكن هذا بقودنا للعلاقة بين مبابي ونيمار نيزار هل توترات والأنباء عن تدخل أمبابي في تعيين المدير الفني لفريق باريسان جيرمن كريستوف غالتي مدى صحة هذه الأخبار وأنت قريب منها؟ يعني هذه الأخبار راح تقد أنها تدور في الصحافة في كل مكان يعني ليس هناك جديد يعني مثلا أجازة أمبابي مع أشرف حكيمي يعني إلى أمريكا إلى الولايات المتحدة وحضور مباراة في الأمبي يعني هذه الأجازة هي مستحقة كل اللاعبين الذين شاركوا في كاسة العالم كان لديهم فرصة ليأخذوا فترة راحة نيمار عاد بعد فترة طويلة جدا بعد انتهاء آخر مباراة للبرازيل حتى ميسي عاد بعض رأس العام يعني قد رأس العام في الأرجنتين يعني لا أحد يخفى عليه بأن أمبابي هو الذي يسير شؤون غرفة الملابس في باريسان جرمان ووجود ميسي ونيمار وسيرجو راموس وأشرف حكيمي وحتى مغادرة فينالدوم كلها كانت بإحاءات من اللاعب الصغير إلى الكبار في هذا الفريق المهم الآن هو التتويج بلقب دول الأبطال يعني هذه الأشياء لا تدخل في الحسابات بين اللاعبين تأكد تماما لطفي يعني أقول ألبسك نشاهد التدريبات نشاهد القفشات ما بين اللاعبين ليس هناك أي توترات ما بين اللاعبين جميل وعلاقته يمكن بأشرف حكيمي قوية جدا في الرحلة الأخيرة التي تحدثت عنها تنكروا حتى يحضر المباراة براحتهم بس الجمهور كشفهم وغلبهم شوي بالصور هلأ خلينا نكمل موضوعنا والمعروف عن كليان أمبابي عشقه لأساطير كرة القدم هو عنده بيمكن معهم علاقات جميلة وجيدة وطويلة حتى أنه دافع عنهم في أكثر من مناسبة وبذكر منهم زين الدين زيدان كنا حكينا في حلقات سابقة كريستانو رونالدو الراحل بيلي وما منسى صديقه الصدوق أشرف حكيمي ومن هاي المواقف بروح نسمع من محمد سيف تفضل محمد عندما أصدر رئيس الاتحاد الفرنسي تصريحات مسيئة لزين الدين زيدان سارع كديان أمبابي بالدفاع عن زيدان ونشر تدوينه قال فيها زيدان يعني فرنسا من غير المعقول أنه قلل من احترام الأساطير بهذه الطريقة بعد أيام توفى الأسطورة بيلي وكانت صدمة لكليان أمبابي الذي ارتبط بعلاقات رائعة مع الأسطور البرازيلي ونشر كليان صورة له مع بيلي وكتب ملك كرة القدم غادرنا لكن أسطورته ستظل باقية ولن تنسى أبدا دعم أمبابي لكأس العالم 2022 وفي مباراة في نصف النهائي بين فرنسا والمغرب نشر أمبابي على حسابه في تويتر صورة تجمعه بالنجم المغربي أشرف حكيمي وكتب لا تحزن يا صديقي الكل فخور بمفاعلك أنت صنعت التاريخ وتقديرا لأسطورة فرنسا نشر كليان أمبابي صورة على حسابه في تويتر وهو يحتفل بطريقة تاري هونري وكتب عليها أسطورة كبيرة وفاة دياغو أرماندو مارادونا في نوفمبر من العام 2020 كانت صادمة لكاليا نمبابي الذي نشر تدويرة بصورة الأسطور الأرجنتلي كتب عليها ستظل في تاريخ كرة القدم للأبد كاليا نمبابي يتخذ من الأسطورة كريستيانو رونالدو مثلا أعلى وصورة كاليا نمبابي مع رونالدو حصدت أرقام قياسية للمشاهدة والتفاعل وكتب عليها معمود الجماهير رونالدو شكراً محمد بدي أرجع على ضيوفي كابتن جلال تتوقع فيهم الأيام هو السؤال طرحته عليك بس أنا مصر أطرحه مرة ثانية عشقه لها اللعيبة ولها النجوم زي كريستيانو رونالدو زي زيدان زي النجوم الكبار ممكن يعني ولو بعد حين يفكر يروح لسنتياجو بربيو أنا بشوف مبابي بريال مدريد بعد مدى طويل بس ممكن يأخذ وقت طبعاً طيب نزار بتشوفه في ريال مدريد يعني في الوقت الراهن لا ولكن يمكن فيما بعد بنهاية عقده أو بفترة أطوال يمكن بعد ما عاد أشرف حكيمي والبابين من الولايات المتحدة كانوا معزومين عشا العشا في النادي نادي ماريستان جيرمان أقام عشا نعم والتقطعهم الكاميرات وهم يتابعوا مباراة ريال مدريد مع أثليتكو مدريد من الموبايل طبيعي وهذه الطعب عمر الصدى كبير هنا في الطعب بس كانوا بيأكلوا منسف ولا إيش الأكل لا يخفيها أحد ولا أحد يخاف منها جميل طيب برأيك نزار مين هم اللي أقرب من اللاعب لكليان مبابي في فريق بارسان جيرمان غير أشرف حكيمي أعتقد بأن اللاعب يملك علاقات مع كل اللاعبين يعني هذا أكيد يعني بس تختلف درية العلاقات يعني من الترمومتري يحتد في بعض الأحيان وينقص في بعض الأحيان الأخرى كيمين بي هو اللاعب الأقرب لكليان مبابي وهو زميله في المنتخب الفرنسي الجميع يعرف بأن كيمين بي هو لاعب في ذات عمر وكليان مبابي يفقه بسنوات بسيطة يعني جميل خليني السؤال الأخير لكابتن جلال أنت كمدرب وكلعب سابق بدي تعطيني إيش المواصفات البدنية والمهارية والإمكانات المتوفرة بكليان مبابي عن غيره من اللاعبين واللي بيخليها الناس كلها تروح بدهم يشتروب أرقام كبيرة وباريس ومدريد وحرب عليه هلا اليوم بابي بالإضافة لسرعة الفائقة اللي يعتبر أفضل أو أسرع لاعب بالعالم حسب التقارير الأخيرة مبابي شيء جدا مميز عنده هي دقة التسجيل يعني عنده دقة بالتسجيل من أي زاوية ممكن يسجل فيها استغل وجود ماسي بباريس سان جرمان كمان لحتى ليأخذ الأمور الإيجابية منه ضمن النظام الغيزائي جميل كابتن جلال شكرا جزيلا لك لحضورك معنا والمشاركة في هذه الحلقة شكرا لإلك تشرفت أنا بوجوده معكم شكرا شكرا كابتن نزار النور من فرنسا شكرا جزيلا لك ولتلبية الدعوة دائما شكرا لك كابتن لطفي وتحية تيري كابتن جلال شكرا تصور هدف كليان مبافي بكلف مليون واربعمائية وخمسين ألف يورو الهدف الواحد وهيك بتكون تكلفة المباراة لللاعب بتساوي مليون ونص يورو اللاعب حصل بحسب البرزيان على منحة لتوقيع عقده بقيمة مليون وثمانين مليون يورو قبل التجديد وبهيك وصل إجمالي عقده حوالي خمسمائة مليون يورو حتى صيف عشرين وخمس وعشرين أما بخصوص القيمة السوقية لكليان مبافي وفقا لموقع ترانسفير ماركت يتربع على قمة أغلى لعبي العالم عشرين وثمانين وثمانين مليون يورو وهو بعمر 24 سنة فقط يعني بفارق 110 مليون عن كريسانو رونالدو لما كان بنفس العمر وفارق ثمانين مليون يورو عن ميسي ونيمار أيضا لما كانوا بعمر 24 سنة يا بلاش مع السلامة شكرا